بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الدرس مئة وسبع عشرين كتابة سلمسالك ولازلناه في باب النكاح وما يتعلق به وجمع أختين بلا محالة وعمة معها لها أو خالة أو جمع ذي انتيح الرمال أو قدرا إحداهما أنذا والأخرى ذكرا وأصل زوجة وفرعها انتسب وكل هذا من رضاع ونسب وحرموا مبتوتة ممن أبت إلا بوطء في نكاح قد أبت إن غيب الكامرة بانتشار من غير مانع ولا إنكار مكلف بعلمها في القبري لا قاصدا تحليلها للبعلي والحر والعبد له أن يجمع رحم الله من دعا لنا ويدنا وشيخنا بخير بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومحسنين من دين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك ترمي قال النظم رحمه الله تعالى ونفعنا به جمع أختين بلا محالة وعمة معها لها أو خالة يعني أن جمع أختين في زواج لا يجوز لرجلين يجمع بين أثنتين كل منهم أختين أخرى سواء كانت أختين شقيقتين أو لأبين أو لأمي كل منهم لا يجوز لما في ذلك من شدة التحاسد الذي يقع بين الزوجات المتعددات وهذا سيؤدي إلى قطع الرحيم بين الأختين وكذلك أيضا بين عمت وبنت أخيها وكذلك بين خالة وبنت أختها كل منهم لا يجوز لما فيما التقارب الشديد ومعلوم أن مرض الزوجات المتعددات هو مرض الحسن ويقال له مرض الضرات هذا لا يجوز ما يؤدي من شدة التقاطع الرحيم بين المتقاربين وجمع أثنتين حر ما لو قدر إحداهما أنزاه الأخير هذه القاعدة يقول خليل وهناتين قدرت أيتهما ذكرا إلا كان حرام الآخر هذه القاعدة العامة كما مثلنا ماضيا كامرأة وبنت أخيها لأنه لو قدرت بنت الأخي رجلا لا يجوز له أن يتزوج عمته وكذلك المرأة وبنت أختها فلو قدرت رجلا لا يجوز له أن يتزوج لقدرت أيضا الخالة رجلا لا يجوز له أن يتزوج ابن أخته وهكذا هذه القاعدة وأصل زوجة وفرعها انتسب وأصل زوجة وفرعها انتسب وكل هذا من رضاع نونسب انتسب وكل هذا من رضاع نسب يعني أن أصل الزوجة لا يجوز أن يتزوجه الرجل كمهل أمها أو جدتها أو هكذا كل ما تقدمت له ولادة على زوجته إلى طلق هذه الزوجة لا يجوز له أن يتزوج أمها ولا جدتها بعد ذلك لأنهما صارتها محرمين له لأي من القيامة وكذلك أدام فرعها بنتها أو بنت ابنها أو بنت ابنتها أو بنت ابن ابنها لا يجوز لأن هذا كله محرم له لأن هذه كلها محارم له كل هذا من رضاع نونسب كذلك أدام لو كانها من الرضاع فإنه لا يجوز يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإن الشخص إذا كانت أثنتين مهلا رضعته أمرأة واحد لا يجوز زمعهما في سواج وكذلك مرأة وعمتها من الرضاع وخالتها لا يجوز زمعهما وكذلك ما أرضعته مهدنا هذه المرأة إلى ما لا نهاية فكأنه بناتها لا يجوز زواج لا يجوز زواج هذه المرضاعات أو من أرضعته المرضاعات وحرمه مبتوتة من من أبد الحرمه مبتوتة من من أبد يعني أن من طلق امرأة ذلاها طلقات وسيأتينا البتات معنى البتات معنى قطع الأصمة طلقها ذلاها مرأة وقال أنت بت أو أنت حرام علي فلا يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك إلا بعد أن تتزوجها زوجا ويدخل بها ويطلقها وباختيارهما بعد ذلك يجوز لهذا أولا يتزوجها ثانيا من أبد لا بوطن في نكاح قد ثبت نغيب الكاميرات لا بد أن يكون غيب حشبته بانتشاره وأن يكون العضى في ذلك من غير مانع ليس في وقت حيض ولا في وقت نفاس ولم تنكر هي ذلك مطلقا لم ينكر أحدهما ذلك لا بد أن يتوافق أنه وقع ولا بد أن يكون الذي تزوجها جديدا مكلف بعلمها وأن تكون عالمة مكلف وأن تكون عالمة بإجماع فلو جامعها وهي نائمة لا يحللها ذلك وفي القبول لا في الدبور ولا يكون قاصيدا بذلك تحليلها على الزوج الأولي فلو قصد بذلك التحليل لا أعزوني لأولي لما أحلت له نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر